السلام عليكم أصدقائي أنا السهار وبرحب فيكم في قناة السهار رفيوز أهلا وسهلا بالجميع الهواتف الذكية بطلت شيء من الكماليات يعني شيء ما بنحتاجه صار شيء أساسي في حياتنا كلنا بنستخدمه يمكنني شوي مدمنين على الموضوع ولكن أتمنى طبعا نستخدمه بطريقة صح مفيدة ما يكون شيء له أثر سلبي في حياتي يكون له أثر إيجابي يعني نستغله لأنه في كتير ناس هذا الهاتف دخلوا على عالم بيزنس ما كان متوقعه الهاتف هذا فتح لهم عالم بيزنس كبير جدا وأكبر مثال للناس يتشوفهم على السوشيال ميديا بدي أحكي لكم اليوم عن أسوأ هواتف مروا على تاريخ الهواتف الذكية طبعا معنى سيئ بشأنه سيئ كتير كتير ولكن يعني حط الشركة تبعته هيك في حرج نسميه مثلا أو ما كانش ناجح فشل فمنا نحكي عنه أوكي؟ يلا بينا أول هاتف سبب حرج بدي أحكي عنه هو هاتف الجالكسي نوت 7 كلكم تعرفوه أكيد أنا عارف الجالكسي نوت لما أطلقت سامسونج أول جهاز منها من هو الجالكسي نوت الأولاني عمل صرعة جهاز ضخم جدا ومع ذلك الناس حبته وتوجهت الناس لشراء هذا الجهاز وما من ينكر أنه سامسونج وجودها في عالم الهواتف الذكية غير كثير وزاد في عالم التقنية ودخلت تقنيات كثيرة جديدة من ورا سامسونج وكان هذا التليفون بالذات النوت نجاح كبير ضلوا نجاح كبير لحتى أجأ النوت 7 هذا الشاب لما نزل على السوق بلشين حرق بلشين فجر أول كيس ثاني كيس بلش تزداد الأعداد والريبورتس التقارير اللي بتيجي من العالم كله وبلش الموضوع يكبر وبعض الدول منعت أنه حدا مع هذا السامسونج يسافر هي طيارة سامسونج مباشرة أعلنت أنه خلص رح تسحب كل الأجهزة في العالم فما رح تلاقي بالمحلات أي جالكسي نوت 7 سحبته بالكامل وهذا يمكن يعني لو شركة غير شركة سامسونج يمكن صار معها هذا الحادث كان سكرت لكنها مستمرة واليوم أقوى هاتف HTC Salsa أو HTC Cha Cha هذول الهاتفين يعتبروا من الهواتف الفاشلة من HTC شركة HTC اللي بيتذكرها من الشركات اللي أول ما بلشت تقدم أجهزة أندرويد متميزة بالديزاين وبالأداء كانت أجهزة رائعة ولكن مش عارف يوم الأيام قررت تعمل حركة بصراحة مش حلو الحركة هاي يعني ما كانش مصلحتها بالمرة قررت لأنه في فيسبوك كانوا ناويين يعملوا هاتف يسمون الفيسبوك فون فحكت HTC أنا بساعدكم ومنعمل هاتف يكون إنتيجريتد مع فيسبوك بشكل خاص وعملت HTC Salsa والHTC Cha 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 ولم ينجح ولا واحد من هذول التلفونات وكان بقي وكان بطيء وما كان متميز وما حدش تقريبا نشترى الجهاز وسكروا البروجيكت على الكامل هاتف أمازون عمكم سبعته فيه؟ نعم اسمه الفاير فون شركة أمازون اشتغلت على موضوع تابلت وطورت هذا التابلت وسمته كيندل ونجح نجاح ممتاز لليوم ناجح لليوم فحكت منه إحنا نجحنا وإحنا شركة كبيرة عملاقة في العالم ليش ما نصنع تلفون؟ وفعلا نشتغلوا على تلفون سموه أمازون فاير فون وكان هاتف فاشل بالكامل في الفين واربعطاش طلع هذا التليفون أول إشي يعني البرايس كان 200 دولار وكان كويس البرايس لكن كان فيه خدمات عشان توصلها بهذا التليفون بدك تشترك وتدفع فلوس زيادة فهاي كان نقطة مش مش إيجابية للجهاز النقطة الثانية ما حطوا برامج جوجل تخيلوا أمازون منعت برامج جوجل ليش عشان يكون عندها إشي حصري عشان الناس يضطروا روحوا على أمازون أب ستور ونزلوا تطبيقات من هناك فمبدئياً ما نجحش الجهاز وسكروا البروجيك تماماً شركة بلاك بيري شركة عريقة معروفة بأجهزتها مع كيبوردها الرائع مع الدزاين الممتاز ومع السيكوريتي الرائعة جداً شركة عريقة جداً لكنها قررت في يوم الأيام بعد ما أطلع الآيفون الأول أنا بدي أصنع هاتف ذكي بشاشة قابل اللمس تنافس فطلعت بالبلاك بيري ستورم وكان من أفشل الهواتف كان عنده شاشة هي تقبل اللمس لكن ما بتلمس ما بيشتغل اللمس صح ما عندها سنسور صح فكان استخدام الجهاز سيء جداً جداً لدرجة أنه قليل جداً من الناس يشتروه الرفيورز اشتروه وعملوا عنه ريفيو وتركوه وما نصحوا الناس يشتروه فكان حتى الجهاز يعني بداية وفشل فشل كامل هاتف كاي سورا ايكو يمكن معظمكم ما سمع فيه بس هذا يمكن أول هاتف قابل للطي بـ 2013 طلع تخيلوا؟ الشركة هاي كاي سورا موجودة وبتصنع هواتف بس مش هواتف ذكية فقررت تصنع اشي هيك متميز مبدع عملت هاتف قابل للطي بس في النص في فاصل اسود كبير جداً بفصل بين شاشتين فهو زيك انك جهاز عنده شاشتين مختلفتين تماماً فكان استخدامه تحط صورة معروضة هون وهون اشي غريب وغبي لم ينجح ايضاً السوفتوير ما كانش مخصص للهواتف القابل للطي ايامها اندرويد لليوم يعني السبعاني ولكن انتو فاهمين فلذلك لم ينجح بالمر سامسونج برضو كان عندها جهاز فشل لكن هذا الجهاز لهو فشل فتح الباب يعني سامسونج ضحت في هذا الجهاز وحطت فلوس عشان تخترع وتطور عشان يكون هو العتب الاولى لتنطلق منها باقي الشركات اللي هو الجالكسي فولد اول جالكسي فولد كانت يعني فيه مغامرة وسامسونج كانت قد المغامرة قدمت جهاز لكنه فشل لانه عنده شاشة ما كانت تشتغل صح والكفر اللي كان على الشاشة البلاستيك لما شلو الناس الشاشة خربت فالكل خاف من هذا الجهاز وفعلياً ما نجح الجهاز ولكن هذا يعني اعطل الشركة زي feedback ايش تصنع ايش تسوي وبلشنا نشوف الفولد 2 و3 و4 و5 الفايف حالياً يعني جهاز هيك ناضج متميز شو رأيكم اكيد سمعتوا بشركة Red هاي الشركة متخصص بالكاميرات السينمائية صنعت هاتف حكت مدام احنا بنصنع افضل الكاميرات في العالم بدنا نصنع هاتف يعطي فوكس كبير كثير على الكاميرات وصنعت Red Hydrogen One وهذا كان هاتف فاشل تماماً لانه كان جهاز ضخم الكاميرات اللي فيه ما كان اداءهم يعني قريب من اي flagship بالفترة اللي طلع فيها هذا الجهاز تخيلوا وانت شركة Red معروف عنك بالتصوير فلم ينجح حتى ماركيز براولي اللي بحب شركة Red ويستخدم منتجاتهم حكى عنه انه جهاز مش نافع فسكروا البروجيكت واصلاً كان سعره 1600 دولار تخيلين؟ تدفع 1600 دولار على جهاز عادي مش سريع عادي وكاميرا متوسطة اكيد لا اخر جهاز معانا باللست جهاز من قبل فشل فشل كبير وسبب الفشل كان واحد من اليوتيوبرز اذا بتتذكروا انبوكس تيرابي لما اجال ايفون 6 دائماً بس يجي تليفون بعمل فحص بسموه البند تست بيطعج التليفون فلما جاب هذا التليفون اجا يطعج وطعج بطريقة مش معقولة تكسر تفجر للجهاز وانشهر الفيديو جاب مش عارف سبعين ما اليوم مشاهدة المهم على مستوى العالم لدرجة انه قبل اضطرر تأخذ احتياطات انه الاجهزة القادمة بده تكون قوية فعلياً كان هذا الايفون 6 علامة على الفشل للجهاز مع انه موجود موجود بس ما تحاول تطعجه اذا في عندك جهاز بتعرف انه سيء اكتب لنا في التعليقات ترجمة نانسي قنقر